اجلت المحكمات المركزية في حيفا القرار في تجديد امر الاعتقال الاداري لستة اشهر اضافية ضد الشاب مجد صغير من مجد الكروم ما بعد اعتقاله منذ بداية الحرب فيما اعتبرت عائلته بان اعتقاله كيدي وتعسفي مجد شاب من البلد يساري هو فهمني ونشيط اجتماعيا بتعلم جامعة بيرزيت ومتواجدهم في البلد يعني انا يعني عموما مشان قدي بشوفهم في يوم وليم بداية الحرب اعتقلوهم اليوم بدور على صورة انتصار نتنياهو ولا قلنت ابصر ايش ملقوش محل تاني لقوه عند مجد بدي حطوه ابتصور هو رسالة لكل الوسط العربي يعني ردع معين ما بعد السابع من تشرين الاول زادت اسرائيل من حدة تعاملها مع المجتمع العربي خوفا من علو الاصوات المناهضة لاعمالها الاجرامية وحربها على الشعب الفلسطيني اعتقالات طالت العديد من الشبان العرب لكن الاكثر جدلا هو تحويل هذه الاعتقالات التعسفية لاعتقالات ادارية دون اي تهم مواجهة منذ 7 اكتوبر حتى اليوم تم اصدار 11 امر اعتقال اداري بحق مواطنين فلسطينيين من الداخل شباب من الداخل حتى الان اثنين منهم تم انتهاء الامر الاعتقال الاداري وتم الافراج عنهم وتسعة تم تمديد امر الاعتقال الاداري لفترة اضافية فترة اخرى يعني نتحدث عن كل فترة هي ستة اشهر اليوم نحن في امام اعتقالات ادارية التي تمتد لسنة ولا نعلم ما ينتظرنا فيما بعد الملاحقات السياسية والاعتقالات استهدفت النشطين والقيادات المحلية في المجتمع العربي هذه الملاحقات شاملت استدعاءات للتحقيق ومراقبة مكثفة ومحاولات لتقييد حرية التعبير عبر الاعتقال والترهيب وما اعتبره سياسيون بمحاولة لجم الصوت العربي المناهد لجرائم اسرائيل